هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي أهلا بكم في حلقة جديدة من عين على الكويت نمت الأرباح الصافية للبنوك الكويتية لعام 2014 بمعدلات متفاوتة فبينما نمت أرباح البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك الخليج والبنك الأهلي المتحد بنحو 10% نمت أرباح البنك التجاري وبنك بوبيان بأكثر من 100% البنك الوطني حقق أكبر أرباح لعام 2014 حيث بلغت 261 مليون دينار وبلغت أرباح الربع الرابع 57.9 مليون دينار مع التوصية بتوزيع 30 فلس نقدي و5% أسهم منها التوقعات لـ 2015 إن شاء الله أنه راح يصير نمو ونمو أكثر حاطين في بالنا أعفاق جديدة للبنك المخصصات اللي خذاها البنك خلال السنوات اللي فاتت كثيرة وزادت إلى 270% 270% تغطية أي تغطية فتحتاج هذا تريح وزيادة بيتك الذي شهد العام الماضي تغيرا جوهريا في مجلس إدارته وإدارته التنفيذية حقق 126.5 مليون دينار كويتي ما يعادل 29 فلس للسهم وأوصى بتوزيع 15 فلس نقدي و5% أسهم منها ونعتقد أن النمو اللي صار بالميزانية ارتفعت ميزانيتنا إلى 17.2 بليون دينار كويتي وكان التوسع طبعا في تحديد مجال الأقراض جيد جدا في العام وانتطلع إن شاء الله إلى ارتفعات أكثر في السنوات القادمة تحديدا في النشاط المصرفي البنك التجاري برز مع تحقيق نمو بلغ 109% حيث أعلن عن 49 مليون دينار أرباح لعام 2014 وبلغت ربحية السهم 35 فلس وقرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 18% من القيمة الإسمية للسهم أي 18 فلسا عن كل سهم نحن عندنا 24 مليون دينار دخلت في الأرباح التشغيلية نتيجة استرداد مخصصات هذه المخصصات كانت وين موجودة؟ جزء منها من 500 مليون دينار للديون المشطوبة هذه في نهاية الأمر هي مخصصات تم شطبها ما عادت في دفاتر البنك يعني ليس موجودة كأصول وبالتالي أي تحويل من هذه أي تصوية تم تروح رأسا وهذه يمكن للسنة الثانية على التوالي ولكن للسنة الثانية على التوالي نتمكن من ترجمة هذه أنها تصب في خامة تذهب في نهاية الأمر إلى الأرباح وهذه 500 مليون الأهل المتحد حقق 47 مليون دينار في نهاية عام 2014 مع التوصيع بتوزيع 10 فلس نقدي و10% أسهم منحا أما الأهل الكويتي فقد حقق أرباحا صوفية بلغت 37.6 مليون دينار في العام الماضي بنمو نسبته 6% مقارنة بعام 2013 وبالغت ربحية السهم 23 فلس وأوصى بتوزيع أرباح نقدي بنسبة 13% بما يعادل 13 فلس لكل سهم نحن بصراحة متحفظين بالنسبة حق أعمالنا وهذه تنعكس في نسبة المخصصات يعني وطبعا هذا لا يحد من قدرة البنك على النمو لدينا قاعدة رأس مالية قوية مهيار كفاية رأس المال عالي عندكم كفاية رأس المال تعتبر من أعلى المعدلات بالنسبة حق البنوك الكويتي في حدود فوق 23-23.6 حول الـ 24% وطبعا هذه تعطينا دفعة قوية بالنسبة حق التطبيقات بازل 3 أعتقد البنك الأهلي في نسبة معدل كفاية رأس المال هذه القوية لا نحتاج إلى أي زيادة حق رأس المال خلال الفترة الهائية بنك الخليج حقق 35.5 مليون دينار أرباح في عام 2014 مع التوصية بالتوزيع 5% أسهم منحة ومن أبرز المؤشرات كان انقفاض نسبة القروض الغير منتظمة إلى نحو 3% نتائج البنك لعام 2014 كانت جيدة للغاية فقد حققنا نموا بواقع 10% في الأرباح الصافية وأرباحنا التشغيلية كانت ممتازة وزادت على المائة مليون دينار مع تراجع القروض غير المنتظمة لتصبح في المستوى المقبول في الصناعة المصرفية بعد كل ما مر به البنك منذ أزمة عام 2008 كما أننا حققنا نموا إجماليا جيدا ساعدنا في الحصول على حصة سوقية ونمو 9% في الإقراض ونمو 23% بالنسبة للعملاء الأفراد وهي نسب نمو مدهشة أما بنك بوبيان فقد ضعف أرباحه في عام 2014 لتصل إلى 28 مليون دينار مع التوصية بتوزيع 5 فلس نقدي و5% أسهم منها وقد ارتفعت إجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ليصل إلى 296 مليون دينار كويتي مقارنة مع 264 مليون دينار في عام 2013 إلى جانب ارتفاع محفظة التمويل إلى 1.8 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 22% إلى جانب الارتفاع المتواصل لقاعدة عملاء البنك كانت سنة استثنائية بالنسبة لنا على جميع الأصعدة جميع الأرقام كانت زينا زدنا في قطاع التمويل ب22% وزدنا بودايا العملاء تقريبا 26% ومع ذلك ما زلنا حفظنا على معدل كفاية رأس المال ب18% وهذا كان يعني توازن بالنسبة لنا بالنسبة للنبل نزل من 1.9 إلى 1% وهذا يعني معدل يمكن شوية يعني من الأفضل بين البنوك الكويتي أقل من المتوسط أقل من توصط بك بثير يعني بنك واربا القادم الجديد في قطاع البنوك تحول الربحية مع تحقيق 115 ألف دينار أرباح لعام 2014 وصرح البنك أنه شهد نموا على جميع المؤشرات حيث نمت الإرادات التشغيلية 79% إلى 18.5 مليون دينار ومحفظت التمويل ب78% لنحو 388 مليون دينار الحمد لله بالنظر إلى نتائج المالية التي أعلنها بنك واربا لعام 2014 نشوف حقيقة في طفرات ونمو واضح في المؤشرات المالية للبنك فعلى سبيل المثال نشوف الأصول قفزت من 400 مليون إلى 600 مليون بزيادة 47% نشوف الودائع زادت من 245 إلى 345 بزيادة 40% نشوف محفظة التمويل زادت من 218 مليون إلى 388 مليون بنسبة نموه 78% وهذه قفزة كبيرة جدا وأساسيا للبنك نشوف الإرادات التشغيلية زادت من 10 مليون دينار إلى 18 مليون دينار بزيادة 80% نشوف الأرباح التشغيلية قبل المخصصات قفزت من خسارة تقريبا مليون دينار كويتي إلى ربح 2 مليون دينار كويتي بنسبة نموه أكثر من 300% وهذا كلها مؤشرات والله الحمد يعني إيجابية في مسيرة البنك وقد بلغ إجمالي أرباح البنوك الكويتية نحو 585 مليون دينار كويتي بدون احتساب أرباح بنك بورغان الذي لم يعلن عن نتائجه حتى تاريخ إعداد هذا التقرير وفي المجمل بدأ أداء البنوك الكويتية إيجابيا مع نمو المؤشرات وانخفاض ملحوظ في القروض الغير منتظمة على الرغم من الاستمرار في تجنيب المخصصات كما أن القاعدة الرأسمالية للبنوك الكويتية تبدو متينة حيث أن معيار كفاية رأس المال لكل البنوك الكويتية تجاوز بكثير متطلبات بازل 3 والبالغة 12% ارتفعت أسعار النفط بعض الشيء خلال الأيام الماضية ولكنه ما زال أن المبكر محاولة التكهن بتوجهات أسعار النفط فالبعض يعول ارتفاع الأسعار إلى خفض بعض المنتجين انتاجهم خاصة النفوط العليات الكلفة بينما التطورات السياسية قد تكون لعبة دورا في ارتفاع أسعار النفط أسعار النفط ما زالت تمر بمراحل عدم الاستقرار على الرغم من ارتفاع الأسعار بعد الشيء حيث قارب سعر برميل برينت أعلى مستويات له في عام 2015 ليصد إلى 62.5 دولار للبرميل وزير النفط الكويتي علي العمير يرى أن هناك توجه لسعود الأسعار ويتوقع مزيداً الاستقرار في النصف الثاني من العام هذا الرأي شاركه فيه وزير المالية الكويتي أنس الصالح الذي صرح أن بعض المنتجين اتجهوا إلى خفض انتاجهم بسبب انقفاض الأسعار مقابل تكلفة الانتاج واضح على الأقل إذا لاحظنا من خلال الطلاع والقراءات التي نراها بأن هناك خلال الأسابيع الماضية انعكاس بالتراجع أسعار النفط على كثير من المنتجين خارج الأوروبك وبالتالي واضح أن بدأ انتاجهم يقل مما أدى إلى استقرار سعر النفط الأيام الأخيرة باعتقادي أن المرحلة القادمة هي مرحلة استقرار للسعر إذا لم يحدث أي اضطراب سياسي في المنطقة الاترابات السياسية متمثلة في تحرك مصر الأخير لشن هجوم جوي على بعض معاقل تنظيم داعش في ليبيا رأى البعض أنه كان له أيضا تأثيره على ارتفاع الأسعار ولكن يظل العنصر الأساسي وقرار منظمة أوبك عدم خفض انتاجها مهما انخفضت أسعار النفط والله في رأي شخص أن هذا قرار كان سليم جدا قرار الإبقاء على سقف الانتاج الحالي كان قرار سليم جدا لأنه أيضا هناك ليس فقط الدول أوبكية التي تسببت في انخفض هذه الأسعار إنما هناك دول أخرى هناك عوامل أخرى كثيرة نعرفها تماما فأنا دائما أقول أنه يجب أن يكون هناك نوع من التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المتجر للنفط من داخل الدول أوبك ومن خارج دول أوبك لوصول العودة إلى الأسعار المؤسسة بالضبط وبينما يترقب العالم توجهات سوق النفط تظل توقعات النمو العالمي متواضعة حتى أن هيئة المحلين الماليين العالمية توقعت أن نسبة النمو العالمي لن تتجاوز نحو 2% وهو معدل أقل من التوقعات السابقة لمؤسسات أخرى كما أن انخفاض أسعار النفط أثر على صناعات أخرى مثل صناعة البتروكيمويات على سبيل المثال للحصر ما في شكل أسعار عندنا أنزلت حقيقة نحن عندنا أسعار في القلاك والفوليتيني نزلت 28% فتأثر حقيقة هذا شيء طبيعي جدا لكن نأمل أن الأمور ترجع إن شاء الله في القريب العاجل وترجع الأسعار طبيعتها إن شاء الله وفي ذل هذه التطورات والمراقبة الحثيثة لقمية الفائد في أسواق النفط أعلنت الكويت أنها تمكنت من اكتشاف مكامنة جديدة تضاف إلى احتياطها الاستراتيجي نتيجة الجهود التي بذلت واستمرار مشاريع الاستكشاف والتنقيب وصلنا بحمد الله إلى أمار جديدة وحقول جديدة وهي في طور إن شاء الله تقييم الآن كم تحوي هذه الأمار وكم تحوي هذه الحقول ولا شك بأنها إضافة جديدة للحقول النفطية الموجودة في الكويت ونتمنى إن شاء الله أيضا أن نكون قادرين على إيجاد التقنية الكفيلة بإنتاج النفط من هذه الحقول بعض الفوصل أجواء جميلة في مسابقة السيارات الكلاستيكية كونكور ديليغانس كونوا معنا هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي أهلا بكم شاهدت الكويت مؤتمرا حول الأمن والسلامة والبيئة نظمته مؤسسة البترول الكويتية وكانت الكويت قد وضعت استراتيجية للوصول إلى المعايير العالمية بحلول عام 2020 موضوع الأمن والسلامة والبيئة كان محور المؤتمر العالمي الذي عقدته مؤسسة البترول الكويتية والتي أبرزت اهتمام الكويت بالوصول إلى المعايير العالمية في هذا المجال ونحن كتعاون بين السلطتين أنجزنا قانون مهم هو قانون حماية البيئة الذي بحمد الله أنجز ولا تعد لوائحة تنفيذية وإذاك نهتم بمثل هذه المؤتمرات نتمنى المشاركين فيها كل توفيق ونجاح يعني هنا عندنا مبدأ عام للشركة أنه إذا ما تضلط القضايا هذه وتكون بالأداء الأفضل تخسر حتى اللايسن مالكين وذلك أصبحت هي قدرية حياة تموت وتفتخر الكويت بأنها تمكنت خلال 5 سنوات أن تخفض من مستوى حرق الغازات من 17.1% إلى 1.25% كما أنها تعكف حاليا على تنفيذ مشروع الوقود البيئي بكل فتصل إلى 4.3 مليار دينار مشروع الوقود البيئي يعتبر من أكبر مشروع على مستوى دولة الكويت يعتبر ميجا بروجيكت ويعني الآن آخر بروغرس أو تقدم اللي شفناه أن الحمد لله الأمور ماشية حسب الخطط 18% وصلنا الآن من التطبيق أما في مجال التدريب فإن الكويت تنفق حاليا نحو 150 مليون دولار سنويا وهو رقم أقل بكثير مما تنفقه على سبيل المثال المملكة العربية السعودية التي تنفق 2.650.000.000 دولار سنويا هي أكثر جهة تصرب في السنة أكثر جهة بس بعدنا نحن مقارنة بدول العالم ولا شيء يعني أمريكا لوحدة بتصرب 152 مليار دولار أنا بآخر مؤتمر شركت في لندن أنا دعايت أنه لو يخصص كل شركة كان كتاعة خاص أو أي كتاعة آخر يخصوا 2.5% ما 2.5% حتى نزلت بالرقم قلت ربع بالمية تستقطع من ميزانيات الشركات تخصص التدريب إذا بتلاحصي أنه دايما في عنا شكوى في الموارد البشرية العربية إيه المدربة؟ لا غير كفوقة ما نضل نقول غير كفوقة غير كفوقة حولكم مهزبة طيب يا جماعة أنه غير كفوقة طيب شو السبب؟ ما أنتم مرادين تصرفوا عليهم وبعيدا عن النفط والأمن والسلامة ننتقل بكم إلى أجواء أخرى إلى عالم رائع جميل يحمل الكثير من الذكريات وعبق التاريخ إلى عالم السيارات الكلاسيكية إلى عالم الزمن الجميل مرة أخرى تستديف الكويت مسابقة السيارات الكلاسيكية كونكورد ليغانس والذي جمع نحو مائة سيارة قديمة تحمل معها عبق التاريخ وشغفا عميقا يكاد أن يصل إلى العشق المجتمع الخليجي يستفيد من هذه الفعاليات وفي زيادة المعرفة في هذا المنتج اللي اليوم كل الناس ما تستغنى عنه السيارة أصبحت هي شيء رئيسي لكل الناس يعني كان في السابق كان الخيلة اليوم السيارة هي اللي تشكل شخصية الإنسان نحو ماء التحفة فنية أبهرت زوار معرض كونكورد ليغانس ولكن ربما الشيء الأكثر إبهارا هو مدى الشغف هو التجميع هذه السيارات فكل واحد منهم كان لديه قصة يحكيها عن معشوقته والله هي حلم حلم يعني طويل جدا استمر أكثر من خمسة تذين سنة أني أمتلك السيارة هذه لأن هذه الخاصة في الفترة الخمسينات أفضل ما أنتشه الخمسينات التسعة الخمسين كبيرا طبعا أين بميزها يعني؟ يا سيتي الفضل لو تفضلت طبعا الشكل الأجنح الخلفية جدا كمية الكمية الهائلة من النكل اللي تخلي السيارة ما شاء الله تشعلها ونظرنا لها ما شاء الله زيادة على ذلك هي كمفيرتغل فالتي تساليني أنت من أول مقتنعها أنا كنت أشوف الأفلام مصرية وأنا صغير في الففتيز والسكسي عبد الحليم هو فعبد الحليم روش دياب آضان عش هدية يعني فهي سيارة يقتنيها اللي حبها الحقيقة الفريط الحليم هذا الرئيس الفريط من عام 1960 فحريط فراري خلل خلال خلال به بach وهو بري Phase جدا خلی خلال المتالي من المختلف درن هو العمل خلال 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 16.3 مليون وإلى جانب الهواية فإن هذه السيارات تعد أيضا استثمارا لمن يفهم فيها فبعض الموديلات القديمة تم بيعها بأرقام خيالية وأعلى رقم دفع في سيارة كلاسيكية كان العام الماضي وهو نحو 35 مليون دولار ثمنا لفراري 250 جي تي أو موديل عام 62 فقيمة السيارة يتدخل فيها عناصر كثيرة مثل النضرة والحالة وتاريخ السيارة 59 كنفيرتبل أقل سيارة تقريبا حوالي 90 ألف دولار أقل سيارة تجدها في الماركت وتترفع إلى 300 ألف دولار وعلى رغم من الجانب الاستثماري فإن أغلب هؤلاء يضيعون الهواية قبل الاستثمار ولن يفارقون سياراتهم بسهولة وهذا ما يرفع السعر لأن هناك جانب آخر لا يفهمه الشخص العادي يفهمه فقط هؤلاء إرحيتك عندك هواية سيارات كلاسيكية وتقطين عدد كبير من سياراتك كلاسيكية ولكن أيها السيارة التي تستعملها كل يوم؟ سؤال صعب هذا أنا سوك صعب هذا يعني يعني اللي يعشق السيارة أنا سوك في اليوم أكثر من سيارة أنزل وأطلع من كل سيارة أعشق السيارة عشقي يعني مش حب ما تتخيلي مش عملية يعني نازل فيه طيارة أكيد سيارة عملية في النهاية بتركبها كل يوم وانت رايح أنت تستمتعي هذه السيارات أنا في فلسفتي الخاصة أنا سميها سرة مرأة هذا لما تمشي بالشارع كل الناس تمشي جنبك تبتسم وتعطيك انطباع وانت قاعد تسوقيها تضيف قيمة إلى الشارع قيمة جميلة يعني الكل يمبسط يعني وانت تسوقيها ينعكس على مالك السيارة اللي هو سوقها وكان معرض كونكور ديليجونس أيضا فرصة لشركة أستون مارتن أن تعرض الليجوندا الجديدة والتي أحيتها مرة أخرى بعد أن توقفت صناعتها منذ عام ثمانين ولم يقتصر زوار المعرض على هوات وملاك السيارات الكلاسيكية ولكن كان هناك جمهور من المنبهرين والمشاهدين الذين جاءوا للفرجة والاختنام الفرصة للتقرب من هذا العالم الجميل والله أنا مهتمة أشوفها بس ما أقتنيها لكن أشوفها إلا إذا مثلا مجددة من ناحية المكينة ومن ناحية الأشياء الإلكترونية إنما يمكن الشكل ملفت بالنسبة لي وبعدين واحد يتذكر تاريخ خديم يتذكر زمن المضى تسمونه في مصر الزمن الجميل على فكرة في نقطة واحدة نبغى نذكرها في أخ هنا يبغى يطلع صورته أينها؟ الأخ من البحرين والأخ من الكويت كل الأخوام السعودية يا ليت والله لأن لو ما طلعوا في الصورة حيضربوني ترى وكل هؤلاء مهتمين بالسيارات الكلاسيكية جدا هم أعضاء هم أولاء للسيارات الكلاسيكية من خالد يعني إحنا تونا نتعلم محبة السيارات الكلاسيكية من أبو فهد وحايتك برضو بتقتني سيارات كلاسيكية؟ لا تتفرق زي هي الله يسلمش هواية شوي مكلفة مشكل واحد يعني يقدر فإحنا نتعلم وبعدين لما نقتنع مية مية إن شاء الله نأخر كونكورد ديليغانس نقلنا إلى عالم آخر يختلف كثيرا عن العالم الذي نعيش فيه اليوم نراكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة بإذن الله هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي ترجمة نانسي قنقر